يخوض فريل اسماعيلي بقية إيهاب جلال اليوم السبت ومباراة الدية مع نظيره المؤولين العرب خلال فترة التوقف الدوري واسعى إيهاب جلال لتجهيز كل اللاعبين بشكل كامل خلال الفترة الحالية الخالية من المباراة الرسمية بسبب التوقف الدولي لمشاركة منتخب مصر في دورة ودية واستقر إيهاب جلال على الدفع بكل اللاعبين الذين لم يشاركوا بشكل أساسي أمام المؤولين العرب في بطولة الدوري للوقوف على مستواهم ومنحهم الفرصة للإعلان عن أنفسهم وأجل مسؤول النادي الإسماعيلي الصفر إلى ليبيا لمواجهة أهل بنغازي الليبي وديا إلى 22 مارس الجاري والتي كان مقرر لها 18 مارس الجاري احتفالا بمؤويته وكان الإسماعيلي اتفق مع أهل بنغازي على أقامة مباراة ودية يوم 18 مارس الجاري على أن يسافر قبل أن يتخذ قرار بتأجيل الصفر إلى 22 مارس الجاري وفي سياق آخر وضع الجهاز الفني الإسماعيلي بقيتهاب جلال برنامجا تاهليا قويا للفلسطيني خالد النبريس مهاجم الدرويش العائد مرة أخر لصوف الفريق بعد انتهاء أزمة مستحقاته والتوصل لاتفاق لاستمرار عقده مع الإسماعيلي ويأمل إهاب جلال في تجهيز خالد النبريسي في هذه الفترة ليكون جهزا فنيا وبدنيا لقيادة هجوم الإسماعيلي في المباراة المقبلة وحل أزمة العقم التهديف التي يعاني منها فريق الدرويش ووصل الفلسطيني خالد النبريسي لاعب الفريق إلى الإسماعيلية للانضمام إلى الفريق بعد انتهاء الأزمة والتوصل لاتفاق يخضي باستكمال مشواره ويتمنى جمهور الإسماعيلي إشراك المهاجم رمرك أموسو ليطالع الجمهور والجهاز الفني على قدرته ومكانات اللاعب الذي تعاقد معه الدرويش اشتركوا في القناة